ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال رضي غيره رواه مسلم في الصحيح يعني لا يبغض زوج زوجته لنقص فيها فإنها لا تخلو من أمور حسنة فلينظر إلى الأمور الحسنة التي تجعله يحبها ويكرمها وقد يجعل الله له في ذلك خيرا عظيما وقد ذكر أن والد الإمام مالك رحمه الله تزوج امرأة فلما دحل بها لم تعجبه وكانت امرأة صالحة زكية فلما رأت منه النفرة جلست عند رجلي وقالت إن لم يعجبك منظري فلعل الله أن يخرج لك مني ذرية صالحة فاحتسب وأبقاها فولدت له الإمام مالكا الذي ملأ الدنيا علما ولا زال الناس يتعلمون من علمه رحمه الله وحبه من الإيمان حب أئمة الإسلام من الإيمان ومنهم هذا الإمام العظيم الإمام مالك بن أنس نحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونحب أئمة المسلمين فقد يكره الزوج من زوجته شيئا فليصرف بصره وفكرة إلى ما فيها من المحاسم التي ترقبه فيها